شهدت أسعار الشحن من آسيا إلى شمال أوروبا ارتفاعاً بأكثر من ضعف أسعارها المعتادة متجاوزة أربعة آلاف دينار لكل حاوية بطول نحو إثني عشر متراً خلال هذا الأسبوع وبلغت الأسعار من آسيا إلى البحر المتوسط إلى خمسة آلاف ومئة وخمسة وسبعين دولار وفق ما سجلته منصة الحجز والدفع للشحن الدولي شركات عديدة رفعت من رسوم النقل البحري منها شركات الشحن التي تنقل البن والتي زادت من تكاليف النقل في بعض المسارات نتيجة الهجمات التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر على السفن المتجهة نحو الكيان الصغيوني تعبيراً عن دعم المقاومة الفلسطينية مما دفع السفن التجارية لاختيار طرق بديلة وتغيير مساراتها للتقليل من المخاطر وقد يكون لهذه الوضعية في البحر الأحمر تداعيات إضافية على أسعار البن والكاكاوي خاصة وأن تلك السلعة الزراعية تنقل عادة في حويات وأعلنت شركة الشحن الفرنسية العملاقة سيماس جيام أنها ستزيد من قيمة رسومها بمقدار الضعف اعتباراً من 15 جنفي الجاري لعمليات الشحن بين آسيا والبحر المتوسط على خلفية هجمات الحوثيين على السفن التجارية وتأتي زيادة رسوم الشحن وتغيير مسار السفن حول إفريقيا التي قامت بها 18 شركة شحن كنتيجة مباشرة للوضعية غير الآمنة على السفن التجارية التي تبحر في مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر قبال تسواحل اليمن